نتجه مباشرة إلى المغرب نستمع إلى تلاوة المتسابقة كالثوم لحمادي نشاهدها سويا على الشاشة أهل بركاته كالثوم لحمادي من المملكة المغربية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا من بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وارفر لنا وارحمنا أنت مولنا فعنصرنا على القوم الكافرين إذن المتسابقة كلثوم لحمادي من المغرب تعليقكم شيخنا بارك الله فيك يا بنتي الله يرضى عليك يعني أنا شاكك أنه في مؤثرات صوتية ودائما التنبيه يقول بدون مؤثرات صوتية ما أقول أجزم ولكن أرجو أن لا أحد يستعمل المؤثرات الصوتية التي تعطي صدى هل الصدى الذي سمعناه من الغرفة غرفة خالية من الأساث بتعمل صدى أو فيه جهاز ما أدري على كل حال الصدى يعني بالنسبة لنا يتعبون في تقييم الحروف هل عرفتم لماذا نقول لا تضعوا مؤثرات حتى ننظر إلى القراءة على حقيقتها الأمر الثاني بنتي وأطعنا بدك تبيني كل الحروف لا لقبل أطعنا آمن الرسول بالنسبة لأخواننا اللي عم يسمعون بنتنا كلثوم كانت تقرأ برواية ورش عن نافع وورش عنده في مد البدل إما يمده حركتين أو أربعة أو ستة يعني ممكن يقول ورش آمن الرسول وممكن يقول آمن الرسول وممكن يمده ستة آمن الرسول بما ولهذا شرح ليس هذا محله لكن بنتنا الله يهديها يعني بدت آآ بعدين صارت تموج هذا المدوى ما بيصح هذا يا بنتي قلت آآ كم لي على نفس الوتيرة ما بيصير الانتقال من طبقة صوتية إلى طبقة أخرى في حرف المد الواحد لا يصح الأمر الثاني وَأَطَعْنَا الواو ما واضح يا بنتي وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا بدك تقولي وَأَطَعْنَا كل حرف التلاوة لا بد أن يكون واضحاً هذا معنى الترتيل الترتيل مأخوذ من قولهم ثغر مرتل ما معنى مرتل يعني كل سن إلى جانب السن الآخر مرتل ما بيقولوا قفوا في رتل لما بيقفوا الطلاب في المدارس في رتل أو الجنود هل بنلاقي ولد لاصق بولد ولا لا هكذا الرتل ثغر مرتل يعني كل سن لوحده رتل القرآن يعني كما قالت أم سلمة أنبذه حرفاً 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 انتباهنا كيف؟ فالله يرضى عليك انتبهي لذلك في عندك أشياء أخرى من أهمها الباء ربنا كمان ربه عم تجي بيها مثل البي مثل البي وليس في لغة العرب بي في أشياء أخرى لكن نكتفي بهذا القدر بارك الله فيك